اشتركوا في القناة وزيرة التخطيط مصر حققت أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات أبو الغيل مصر تواجه تهديداً خطيراً في حصتها من ماء النيل وزير النقل بوابات إلكترونية لمنع ركوب القطارات بدون تذاكر لبنان الاحتجاجات مستمرة ورئاسة تجري مشاورات لتشكيل حكومة جديدة جونسون اتفاقي هو السبيل الوحيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عرض أزياء من الشوكولاتة في باريس والدكتور محمد كمال يكتب الأرض أم العقل وإلى تفاصيل فقط قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن مصر حققت أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.6% مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل إلى 5.9% خلال العام المقبل وضفت الوزيرة في كلمة ألقتها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح النسخة الثالثة من الإسبوع العربي للتنمية المستدامة أن جهود الإسرع بتحقيق أهدف التنمية المستدامة تتطلب التحرك في إطار عدة محاور يتمثل أولها في الالتزام السياسي من جانب جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية إزاء قضية التنمية المستدامة ولمزيد من التحليل تنضم إلينا في ألوستوديو الكاتبة والمحللة السياسية الدكتور سماء سليمان دكتور سماء أهلا بك معنا اليوم أهلا بك أستاذ أمل دكتور سماء يمكن كلمة الوزيرة التي تحدثت فيها عن أن مصر حققت أعلى معدلات نمو ويعني أعطتنا أرقام لابد أن نفند هذه الأرقام وأيضا نقتهامة وأن الجهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر عشرين ثلاثين بدليل أنها توفر هذه المنصات وهي إنعقاد النسخة الثالثة من الإسبوع العربي للتنمية المستدامة كيف رأيتي هذه الفعالية اليوم؟ الحقيقة أنا بربط هذه الفعالية بالإطار اللي وضعته الأمم المتحدة وهي أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والحقيقة أن كل الدول بما فيها مصر يعني هتكلم عن مصر خاصة مصر تربط برنامج الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة للأمم المتحدة فبالتالي هي لديها مؤشرات بتشتغل على أساسها وفي نفس الوقت هي بتحاول أن هي تشجع الدول العربية أن هما يشتغلوا على نفس المنوان أن هما يحققوا أهداف الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة وده ما فيه شك هيصبوا في صالح تفعيل العلاقات الاقتصادية بين مصر وبين الدول العربية يمكن مصر نجحت بالفعل في تحقيق هذه الأهداف وده من المؤشرات اللي ظهرت عندنا أن بالفعل حصل زيادة في معدل النمو الاقتصادي في مصر من عشر سنوات ووصل لخمسة وستة من عشرة وعلى ثقة في أن مصر هتستمر في هذا النجاح لحد ما توصل في نهاية هذا العام لخمسة وتسعة من عشر فيما يخص الالتزام السياسي كيف ترين نقطة تفعيل هذا التزام السياسي؟ الحقيقة أنه ما فيهش اتفاقية بتتم ما فيهش أي فعاليات بتتم بين الدول العربية إلا بوجود التزام سياسي بدون هذا الالتزام ما بتتحقق أي شيء ويمكن ده اللي عطلنا في الفترة الأخيرة وكواس جدا أن سيد الرئيس لفت الانتباه لي لأنها عامل مهم جدا لتسريع وتحقيق ما تم الاتفاق عليه من اتفاقيات ما بين الدول العربية قال أحمد أبو الغيت الأمين العام لجامعة الدول العربية أن مصر تواجه تهديدا خطيرا في حصتها من ماء النيل مشيرا إلى أن مصر بالفعل في مرحلة الفقر المائي منذ سنوات وأكد أبو الغيت خلال كلمته خلال الافتتاح أو افتتاح الأسبوع العربي الثالث للتنمية المستدامة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن ظاهرة الشح المائي تعد الأخطر على الإطلاق بما تنطوي عليه من آثار على التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي ومستوى الحياة للسكان موضحا أن المنطقة العربية هي الأكثر معاناة على مستوى العالم من نقص المياه دكتور سماء يمكن كما تحدثنا أن هذه الفعالية فيها العديد من القضايا ولكن طرح قضية المياه هنا ودوما القيادة السياسية تتحدث أننا في حرب مياه قادمة كيف تقرأ طرح هذه النقطة أن موضوع قضية المياه وسد النهضة في هذه الفعالية وأيضا برأيك هل ربما الوساطة الأمريكية الآن فيما يخص الاجتماع الثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان في واشنطن قد ينجح أو يؤتي الثمار التي تطمح إليها الدول الثلاثة أنا هذا ما حدثت بالنسبة للموارد المائية الخاصة بالمنطقة العربية الحقيقة فعلا منطقة العربية منطقة شحيحة بموارد المياه ده من حيث الأنهار خاصة وأغلب الأنهار الموجودة مش بتنبع من الدول العربية نفسها لكن أغلب الدول بتكون دول مصاب زي ما هو الحال في العراق زي سوريا كذلك بالنسبة للمصر ويمكن ده الإشكالية الأساسية بالنسبة لصد النهضة برضو هكمل حضرتك ممكن أن المنطقة مش كلها منطقة مطيرة فبالتالي مش متوفر لها مياه أمطار لكن متوفر لها أنها بتطل على محيطات وبحار كثيرة جدا فبالتالي الأقصر الفرصة الوحيدة المتاحة أمام الدول العربية هي تحلية المياه لكن إحنا عارفين أن تحلية المياه تحلية يعني مكلفة جدا يعني تكلفة المترو مقعب من المياه تكلفته 3 دولار فده بالتالي يعني على المدى الطويل يعني هيؤثر على الميزانية بتاعة الدول العربية عمومة لو هتكلم عن مصر مصر إحنا أوريدي يعني بالفعل حاليا إحنا عندنا عجز مائي 21 مليار متر مكعب سنة 25-50 هيكون هيوصل للعجز الـ 50 مليار متر مكعب إذا إحنا بنتكلم حاليا في يعني المفاوضات صد النهضة اللي هي أنا شايفاها أنها محادثات لكن لو تحولت المفاوضات بشكل جدي ومجد جدول زمني محادث وأيضا أن يكون فيه اتفاق مكتوب يعني إمتى أقول أن الوساطة الأمريكية نجحت ولا لا إذا إحنا خرجنا باتفاق ملزم ومكتوب بين الثلاث دول ويحدد إيه الفترات الزمنية وإن قاتل اللي هيتم الاتفاق عليها وإمتى هنعلن للشعوب الدول السلاس نتيجة هذه المفاوضات في هذه الحالة تنجح الوساطة الأمريكية الممطلة الأسيوبية تستمر ونطمح أيضا أن يكون هناك حلول عربية لكل المنطقة ننتقل إلى خبر آخر فقد أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أن الوزارة تعمل على تركيب بوابات إلكترونية بمحطات السكة الحديد وذلك على غيران نظام الدخول والخروج بمتر الأنفاق بما يضمن حصول الراكب على التذكرة قبل دخول المحطة وشدد الوزير خلال زيارته معهد تدريب وردان على العاملين باتباع كافة إجراءات السلامة والأمان على مختلف الخطوط مطالبا قيادات السكة الحديد بسرعة تجهيز زي موحد لكافة طوائف التشغيل بحيث يلتزم به كافة العاملين وكشف الوزير أن القيادة السياسية وافقت على تطوير قطار أبو إير وتحويله إلى مترو وذلك ضمن خطة تطوير منظومة النقل بالإسكندرية أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عينشمس تحقيق الجامعة إنجازا جديدا في مجال التصنيف الدولي حيث احتلت الجامعة المركز الأول بين الجامعة المصرية في تصنيف أندكس نيتشر السنوي عن الفترة من أول أغسطس من العام الماضي وحتى الواحد وثلاثين من يوليو من العام الجاري وقال المتيني أن هذا التصنيف يعتمد على مؤشرات البحث العلمي للجامعة وتصنيفها وفهرستها باسم الباحثين والجهة البحثية المنتمين لها عن طريق مجموعة من الباحثين في عدة مجالات لفحص الإنتاج العلمي لكل مؤسسة بحيادية دكتور سماء كيف برأيك نستفيد من هذه التجارب ونجاحات الدولية التي تحققها الجامعات المصرية وأيضا هل برأيك يجب أن نضع معايير جديدة حتى نحافظ على الطلاب المصريين من فكرة الهجرة وهي هجرة العقول المصرية أنا عايزة أنوح الحاجة وبالفعل الحقيقة أن الجامعات المصرية بذلت مجهود كبير جدا علشان تقدر تحقق مستوى ما بين الجامعات الدولية ويمكن إحنا في فترة من فترات لم نصل للخمسمائة جامعة الأوائل دلوقتي إحنا بنحقق مراكز متقدمة جدا مش بس في جامعة عين شمس وفعلا جامعة عين شمس بذلت مجهود كبير علشان تستحق أن تتبول هذه المكانة أيضا جامعة القهراء نفس الشيء جامعة العديد من الجامعات المنصورة أسيوت الأسكندرية حققوا مراكز متقدمة في تصنيف الجامعات على مستوى العالم وفي أكثر من إندكس يعني فيه أكثر من إندكس غير الإندكس الحالي أيضا إحنا محتاجين إحنا نستفيد إزاي من ده إحنا ممكن نعمل ماركتنج للجامعات المصرية ونقدر إن إحنا نجذب طلاب سواء كانوا عرب أو كانوا أفارقة للدراسة داخل مصر إحنا كمان محتاجين إن إحنا نربط عشان نجذب الشباب المصري ونساعدهم إن إحنا نربط ما بين يعني مخرجات العملية التعليمية وما بين متطلبات سوق العمل إذا إحنا حققنا هذه المعادلة هنحافظ على كثير جدا من الشباب اللي فعلا بيحقق نجحات بالخارج إنه يستمر ويظل داخل مصر اختتمت فعاليات المهرجان القومي والبطولة الدولية الواحد والعشرين لجمال الخيول العربية الأصيلة والتي قام بالتحكيم فيها عشرة حكام دوليين بمحطة الزهراء لتربية الخيول العربية التابعة للهيئة الزراعية المصرية بوزارة الزراعة كما شارك في المهرجان اثنين وواحد وسبعين من الخيول العربية ونافس في المسابقة مئة حصان عربي على لقب البطولة المزيد نتابع في التقرير التالي لزملاء أسماء زكريا ومارولا عيمات ده محفل سنوي بيتمع فيه كل المهتمين والمربين علشان يتنفسه على شرف الاصول على لقب البطولة اللي هي تعتبر الأعرق والبطولة اللي بيهتم كل من له خيل انه يحوز شرف مصور عليها المسابقة بتظهر على مدار أربع أيام متفالية اليومين الأولانيين هي البطولة القومية واليومين الأخيرين دي البطولة الدولية وبيشارك في البطولتين ما يناهز التلتميد حصان بيتنافسه على شرف الحصول على لقب البطولة عندنا حكام تم اختيارهم بعناية فائقة وكلهم تابعين لمنظمة الإيكاهو اللي هي منوب بها تنظيم السباقات الخيول على مستوى العالم وإلى الشأن الخارجي تتواصل الاحتجاجات في لبنان فيما تحاول رئاسة الجمهورية إخراج البلاد من الأزمة وأصدر الرئيس ميشيل عون بيانا أكد فيه على إجراء استشارات نيابية في الإسبوع المقبل لتشكيل حكومة جديدة وتواجه هذه المحاولات عقبات في الوصول لتشكيل حكومة تنال رضا الشارع والأطراف السياسية أيضا فيما تدفق الألاف من المتظاهرين اللبنانيين على مدينة ترابلس كبرى مدن شمالي لبنان قادمين من مناطق مختلفة في البلاد للتأكيد على وحدة بلادهم الوطنية وللتنديد بالطبقة السياسية والفساد دكتور سماء يمكن اليوم تحدث الرئيس عون وكان هناك أيضا احتفالية بالقرب من قصر بعبدة للمؤيدين للتائر الوطني الحر وتحدث أيضا الوزير بسيل برأيك هل ينجح اللبنانيون وأيضا الحكومة اللبنانية ورئيس عون في تشكيل حكومة قريبا يعني ترضي جميع الأطراف هناك حديث عن تكنو سياسية الحقيقة يعني أنا في البداية بحييي الشعب اللبناني على مطالبه المشروع جدا وعلى صورته يعني الهداءة والسلمية أيضا بحييي القيادة السياسية اللبنانية وعلى رأسها رئيس الوزراء اللي قدم استقالته بناء على مطالبة الشعب نفسه فيه نقطة أساسية جدا في التصورة اللبنانية هم بيطلبوا بإنهاء الطائفية الطائفية نتج عنها وجودة عدم كفاءات في العديد من الوظائف المختلفة ترتب عليها إنشار العديد من الفساد عدم يعني تحقيق المطالب الكثيرة وده ترتب عليه إن كثير جدا من الشعب بيعاني وإن نسبة الفقر ارتفعت وما إلى ذلك يعني الحقيقة إن فيه إشكاليتين ما بين ما يرغبه الشعب وما بين ما يعني الحدود للحرقة اللي بتتحرك فيها القيادة السياسية هل بالفعل القيادة السياسية هتقدر إنها تحقق مطالب الشعب وتشكل حكومة تكنو سياسية أنا عن نفسي شايفة إن اللبنانيين لديهم الكثير والكثير من الكفاءات في كافة المجالات لكن هل أيضا سوف يلجأون إلى توزيع الوزارات والمحاصصة السياسية على التواقف المختلفة أعتقد إن ده هتبقى فيه إشكالية كبيرة لأن الشعب فعلا رافض استمرارية هذا المنطق وعلى الحكومة إن هي بالفعل تكون يعني توجد آلية والاختيار الشخصيات مناء على الخبرة العملية بتاعتهم بالأقصر حتى تستطيع إن هي تنال رضا الشعب في هذه الحالة وإلى بريطانيا فقد ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن فشله في إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي بريكزت الأسبوع الماضي هو أمر مؤسف بشدة لكنه شدد على أن اتفاقه لا يزال استبيل الوحيد لإخراج بلاده من التكتل وقال جونسون خلال مقابلة مع قناة سكاي نيوز في مستهل حملته للانتخابات المقررة الشهر المقبل أن استبيل الوحيد للخروج من الاتحاد الأوروبي حاليا واستبيل الوحيد لإنجاز بريكزت هو المضي قدما في الاتفاق الذي توصل إليه من جهتي قال زعيم حزب بريكزت البريطاني نايجيل فاراج أنه لن يخوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل وأنه يفضل الدعوة إلى رفض الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دكتور سماء إذن بعد هذا الاعتذار من قبل جونسون ما القادم في مسألة البريكزت؟ هو الحقيقة أن بريطانيا دخلت في نفق آخر وهو الانتخابات يعني هو دعا بالفعل الانتخابات برلمانية جديدة ده هيترتب عليها نعرف نتيجة الانتخابات هل جونسون اللي هيكون ليه الجلبة وحزب المحافظين ولا حزب العمال؟ إذا جونسون هيبقى بالتالي وجهة نظر جونسون هي اللي هتستمر إذا يعني رئيس حزب العمال هو اللي ناجح في الحالة دي هو هيستأنف الاتفاق قبل الدعوة الاستفتاء ثاني يعني ممكن يكون من السيناريوهات المطروحة أن في حالة نجاح حزب العمال بتشكيل الحكومة أنه ممكن في حالة عدم حصوله من البرلمان عن موافقة الاتفاق مع إجراء بعد التعديلات يبقى هيطلب بعمل استفتاء ثاني على الخروج أو عدم الخروج من البريكست بدأ عدد من أحياء الجانب الشرقي في بغداد بتنفيذ إضراب عام احتجاجا على عدم تحقيق مطالب المتظاهرين وأغلقت مدينة الصدر وحي البنوك وأغلقت مدينة الصدر وحي البنوك في مقطع متظاهرون الطريق الرابط بين محافظتي بغداد وواسط بالتزامن مع استمرار التظاهرات والاعتصامات في ساحة التحرير وسط بغداد من جهته نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق إصدار أي مذكرة اعتقال بخصوص رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي وكان مكتب العبادي قد أكد في وقت سابق الأنباء التي تحدثت عن محاولة مسلحين اقتحام منزله بالمنطقة الخضراء ورصد تحركات مريبة لمسلحين مجهولين تترصد مكان إقامته انطلق المعرض السنوي العالمي في باريس المعروف بسالون دو شوكولات فيغ في نسخته الخامسة والعشرين وشهدت العاصمة الفرنسية فاريس هذا الأسبوع عرضا لأزياء مزينة بالشوكولاتة وأخرى مصنوعة منها وشارك في المعرض أكثر من خمسمائة مشارك أتوا من ستين دولة ويقوم المنظمون بتسليط الضوء على قيمة الكاكاو والعودة إلى الأصول بصفته جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية لبعض الدول في أمريكا اللاتينية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تحت عنوان الأرض أم العقل يكتب الدكتور محمد كمال في عدد الاثنين من المصر اليوم متحدثا عن مقتل زعيم تنظيم داعش والذي يراه البعض تحصيل حاصل خاصة أن داعش تم طردها بالفعل من معظم الأراضي التي سيطرت عليها في سوريا والعراق والواقع أن هذا الجدل يرتبط بقضية أكبر تتعلق بالاستراتيجية الأمثل للقضاء على التنظيمات الإرهابية ويشير الكاتب أن البعض تحدث أيضا عن أن تحرير الأراضي ومقتل البغدادي لن يمثل نهاية لداعش لأن الفكرة التي قام عليها التنظيم لم تمت وما زال هناك الألاف ممن يؤمنون بها ويروجون لها باختصار الجماعات المتطرفة قد تضعف ولكنها لا تختفي بسهولة ومعركة الأرض ترتبط بمعركة العقل دكتورة سماء انطلاقا من عنوان المقال الأرض أم العقل؟ هو الحقيقة يعني أنا عندي متفقة تماما مع دكتور محمد كمال فيما نتفضل فيه أنا شايفة أن في الفعل اللي هيحسم الموضوع هو احتكام للعقل وبالتالي إزاي إحنا نقدر نتحدث إلى الأقول وبالتالي من وجهة نظر فكرية ضحتة بشكل اللي احنا نقصر به الفكرة اللي نشره داعش لأن الفكرة هي مستمر لكن الأرض بتتغير يعني إذا فعلا تنظيم داعش مش موجود دلوقتي في العراق وبدأ يقل بشكل محدود جدا في سوريا لكن ممكن هيتنقل لمناطق أخرى ومن المتوقع أن يكون في أفغانستان أو يكون في ليبيا أو في دول الساحل في أفريقيا وأعلنوا عن زعيم جديد أيضا على صبيق تالي جرام وده أكبر مؤشر أن هذا التنظيم مستمر لأنهم بالفعل اختاروا زعيم جديد ليه أنا شايفة أن لابد أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذا التنظيم وإزاي هم يحاربوه فكريا أكثر بالإضافة لمحاربته على الأرض يعني هو ده اللي هيكون مفايصل في النهاية إذا إحنا بالفعل عايزين ننهي تنظيم داعش فلازم ننهيه فكريا وننهيه الفكرة بتاعته ونقدم حجة قوية جدا أنه هو بالفعل شيء واهي بالإضافة أنه مش بس يعني فيه جزء منه عشان يكون أكثر دقة فيه جزء يعني بيؤمن بفكرة داعش فيه جزء آخر مرتزقة ودولة الأكثر لأنه هم منتفعين ماديا فمن ثم هم مستمرين لكن إحنا اللي يهمنا في الموضوع لأن الأقصر تأثيرا هم من يؤمنون بفكرة داعش فعلا فإحنا محتاجين أن نتعامل مع هؤلاء من قبل استراتيجية دولية واستراتيجيات إقليمية واستراتيجيات داخلية للدول وفي مقال آخر وتحت عنوان القانون الضامن للحقوق كتبت تأمين خيري في عدد الأحد متحدثة عن تطبيق القانون لضمان حق المجتمع فيما يحدث من تجاوزات جسيمة وتشير الكاتبة إلى أنه على الرغم من الحاجة الماسة لتوفير الطرق الجيدة والسكن الصحي والعلاج الأدمي فإن توفير مقاومات السلوك والأخلاق والثقافة والذوق ومعرفة الفرق بين الحرية الشخصية وحق المجتمع هو ما يضمن شعبا متحضرا وتضيف أن الغائب في سلوكياتنا تحول من مرحلة الهازل الذي ينتظر تقويما إلى مرحلة الفوضى التي تنذر بكوارث آخذة في التحقق وتؤكد الكاتبة أن تطبيق القانون بحسم وعدل هو الضمان الوحيد لتحضر الشعوب أما الفهلوة والعضلات فلا يحققان المأمول وتحت عنوان أسئلة لبنان الصعبة يكتب السفير محمد بدر الدين زايد في عدد الاثنين من المصر اليوم متحدثا عن الاحتجاجات المستمرة في لبنان حتى بعد استقالة سعد الحريري ويشير الكاتب إلى أن حزب الله يستحق وقف منفصلة حيث أنه يمثل قمة تدعيات الأزمة ومصدر الكثير من اللبس ومنذ اختيار رفيق الحريري كشف حزب الله عن وجهه الحقيقي بخطف الدولة اللبنانية والتدخل المسلح أعدت مرات في الساحة الداخلية منذ 2008 ثم مظاهرة النفايات عامي 2015 و2016 كما أن ما حدث من تهديدات لنصر الله ضد المتظاهرين مؤخرا تؤكد أن الحزب أصبح العنوان الأكبر لحفاظ على الطائفية والوضع الملتبس في لبنان دكتور سماء الأسئلة الصعبة ربما تقول أنه فكرة حزب الله أو دولة داخل الدولة هل يمكن برأيك إنهاء هذا الحزب أو تغييره بما النظام السياسي في لبنان أم أن هذا أمر بعيد المنال خلينا نتفق أنه ده المطلب الأساسي للصوار اللبنانيين أنهما بالفعل بيهدفوا لتغيير النظام السياسي ككل وأنهما يبعدوا عن الطائفية لكن هل هذا على أرض الواقع ممكن تحقيقه ولا لا أنا من وجهة نظري أنه هو هياخد وقت طويل جدا لكن البداية مبشرة بشكل كويس أول حاجة أكبار الحكومة اللي هي أساسا رئيسها السني على أنه يستقيل ده شيء جايد الشيء اللي جير جايد في الموضوع رد فعل السيد حسن نصر الله وتهديداته للمتظاهرين ثم ظهوره في الوجهة على أن هذه الصورة موجهة له بالأخص على الرغم أن مطالبها معروفة جدا وشرعية جدا ومقبولة بشكل كبير اللي أنا شايفها أن التوجه اللي أخدوا حزب الله في أنه بالفعل يتصرف على أنه دولة غير الدولة وبالفعل يستقوي بدولة إقليمية وهي إيران ويعلن ولاءه الكامل لها ده جعل فيه جاب كبير جدا ما بين الشعب وما بين حزب الله وأيضا جعله في المواجهة مع الجيش اللبناني لأنه يمثل أو بيعرض نفسه على أنه قوة مسلحة وليه أدوار وأحرق بيها الجيش اللبناني وأحرق بيها الدولة اللبنانية سواء في تواجده في العراق في فترة من الفترات وفي سوريا وكذلك في اليمن أيضا كان يهى عناصر بتحارب في اليمن فهو بالتالي بيحرج الدولة اللبنانية وبيحرج القيادة وبيحرج الشعب نفسه من ثم أنا شايفة أنه الضغوط المستمرة وأنه ضغوط الشارع بشكل أو بآخر لازم في النهاية أن هي هتجبر حزب الله بأنه هو يقلص دوره الإقليمي ويمكن على المدى المتوسط برغم أنه قال أنه لم يستخدم كل الأوراق التي لديها إذا هو بيهدد بس أنا اللي هتكلم على المدى المتوسط أنه أعتقد أن الأمور بدأت تهدأ سواء يعني هتشهد هدوء في العراق نعمل السلامة للبنان وهتشهد برضو هدوء في سوريا ومن ثم ده هيقلص من دور حزب الله في كلا الدولتين فهيرجع الحدود في أعلى المدى المتوسط ومع هذا المقال نكون وصلنا لنهاية هذه الجولة بشكر ضيفات الكريمة الأستاذة الدكتورة سماء سليمان الكاتب والمحل للسياسية كنت معنا في جوجة الأحد شكرا يا أستاذة أمل وشكرا لأستاذ المشاهدين والشكر موصول لكم أيضا مشاهدين غدا جولة إخبارية جديدة فقط على نشرة مصر اليوم من القائل ونزومتم بخير تابعتم في نشرة اليوم وزيرة التخطيط مصر حققت أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات أبو الغيط مصر تواجه تهديدا خطيرا في حصتها من ماء النيل وزير النقل بوابات إلكترونية لمنع ركوب القطارات بدون تذاكر لبنان الاحتجاجات مستمرة ورئاسة تجري مشاورات لتشكيل حكومة جديدة جونسون اتفاقي هو السبيل الوحيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عرض أزيائم من شوكولاتة في باريس والدكتور محمد كمال يكتب الأرض أم العقل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة